بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم في اجتماعنا باللجنة الطبية هنا بالعاصمة عدن بإعلان أول خمس إصابات معترف بها بفيروس الكورونا في اليمن تكون البلاد قد دخلت رسميا في عين عاصفة جديدة وهي التي لم تتعاف بعد من أوبئة قديمة ما تزال تعصف بحياة اليمنيين بحسب وزير الصحة اليمني توفي في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي 188 وخمسون مواطنا في محافظات عدن وتعز الحديدة إثر إصابتهم بفيروس حم الضنك تنتشر فيها الأوبئة بمختلف أنواعها من الحميات مثل الملاريا وحم الضنك إلى الإسهالات المائية الحادة والكوليراء واليوم يضاف إلى قائمة الأوبئة التي تقصر أعمار اليمنيين فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بأسره وعلى الرغم من التحذيرات المبكرة والفرصة الزمنية الكافية التي حصلت عليها اليمن للاستعداد لمواجهة الوباء إلا أن جهود كل الأطراف المسيطرة على الأرض ذهبت باتجاه توسيع مناطق سيطرتها وزيادة نفوذها متجاهلة نذر الكارثة المحدقة بالبلاد بل إن وسائل إعلام ميليشي الحوثي تحدثت عن الحرب والجبهات كفرصة للهروب من الوباء وبعد إعلان السلطات الشرعية عن تسجيل خمس حالات إصابة بالوباء في مدينة عدن ذهب القيادي في الميليشيا محمد الحوثي للتشكيك في المعلومة من جهة وتحميل التحالف المسؤولية من جهة أخرى بينما ظل الحوثيون يمنعون إجراء فحص الفيروس للمرضى بسبب المعايير التي فرضوها ومنها أن يكون المريض عائدا من الخارج وبسبب ذلك توفي الكثير من المرضى جراء إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد اليوم وبعد الاعتراف الرسمي بالمرض لا تبدو الإجراءات الرسمية ولا الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية وباقي المنظمات الدولية متناسبا مع حجم الكارثة المحدقة باليمنيين فما تزال إمكانيات المنشآت الطبية على حالها من الضعف والبدائية لدرجة أن عددا من المستشفيات الخاصة أقفلت أبوابها في وجه المرضى لقضية المنافذ وأيضا إلغاء تعليق القرارات السابقة فيما يخص الأماكن التجمعات الأسواق والمساجد والصالات أن تظل القرارات نافذة وعلى الجهات ذات العلاقة عليها التنفيذ تم الاتفاق على أن يمنح مكتب الصحة وقطاع الصحة الصلاحية الكاملة والدعم الكامل للإستعداد الكامل لمواقهة فيروس كورونا ليس من المؤكد ما إذا كانت تثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام الذي بدأ مبكرا سيساهم في التخفيف من آثار الوباء فيما تبقى إمكانية فرض إجراءات الحجر والعزل غير واردة نظرا لأسباب عدة أهمها الفوضى الأمنية السائدة والحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد وفيما يواجه اليمنيون خطرا لا يشبه كل الأخطار التي خبروها سابقا تبقى كل الأطراف التي تتسارع على رؤوسهم غير مكترثة بمصيرهم ولا يهمها سوى تبادل الاتهامات فيما بينها وكل طرف يحمل الآخر المسؤولية عن تبعات الكارثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة